نصبح على حضراتكم مرة تانية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية هنبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس طبعا بدأت تنزل وهنبدأ من محافظة القاهرة الكثفات بتبدأ تزيد مع دخول ساعات الظروة الصباحية لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي هناك كثفات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففيه هناك سيولا مرورية كبري اكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثفات مرورية متقطعة لغاية غمرة أما المكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كثفات بسيطة بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية كمان فيه كثفات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكبري اكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة كمان ظهرت بعض الكثفات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري ولو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو فيه كثفات بالتزامن مع نزول الموظفين ونفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح هناك فيه برضو بعض الكثفات المرورية النسبية في الوقت الحالي نفضل مكملين لحد كبري الروضة وهناك برضو فيه بعض الكثفات أما بقى نفق الأزر ففيه انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين بتظهر بعض الكثفات المرورية أعلى دائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة كذلك الأمر فيه مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبستين وزهراء المعادي نروح لمحافظة الجيزة هناك في شارع الهرم يشهد كثفات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان بتظهر بعض الكثفات في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولاً لمناطق بلاء ومبابة أما محور صفت ففيه كثفات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة اللي جاي من الدائري المنيب متجه لمدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد محور الفريق كمان عمر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور ولو رحنا لشارع فيصل فنلاقي هناك برضو بعض الكثفات المرورية في الوقت الحالي بدءاً من محطة المريوتية والحد الطلبية محور 26 يوليو فيه سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر ففيه سيولة مرورية وده أيضاً بعد الانتهاء من التوسعات القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إكباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج بيشهد الطريق الدائري برضو كثفات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولاً لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وبعض الكثفات أعلى دائري المريوتية للمتجه من الصحراوي لغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدايا الأهرام وصولاً إلى ميدان الرمائية تعالوا بقى نروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي بتظهر كثفات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد بيشهد الاتجاه الآخر كثفات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثفات مرورية بتظهر بالطريق طبعاً لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات إلا أن مطلع كبري قها بيشهد بعض الكثفات المرورية المتحركة بسبب أعمال السيانة اللي بيشهدها الكبري كمان انتظمت حركة السيار بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنع مرياض وصلت تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية القادم من طريق شبرة بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة ياخد محور العصار هيختصر له وقت طويل أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس مع هذا بعض المناطق اللي فيها أعمال بتكون فيها بعض الكثفات البسيطة نكمل جولتنا المرورية ونروح ببورسعيد هناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع معدى بعض الكثفات نتيجة يعني الوقت ده أو ساعات الزروة الصباحية زي شارع الجمال عبد الناصر اللي بيشهد كثفات نسبية بسيطة تبدأ تقلي لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية في هناك كثفات مرورية مكملة لحد آخر الشارع خلصت نشرتنا المرورية المفصلة